بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله إخواني هذا المقطع بسجله بمناسبة وصول القناة لألف مشترك كنت واعد نفسي إذا القناة تصد ألف مشترك إن شاء الله بدي أعمل فيديو إلي ومهار في القناة لأول مرة كثير الحمد لله مبسوط في القناة وكثير الحمد لله مبسوط في الرقم الذي وصلته بجوز كرقم من القناة الثانية يعتبر رقم قليل ألف مشترك بس بالنسبة لي إنجاز الحمد لله رغم الصعوبات ورغم هذا أحب أعرفكم عن نفسي في الأول اسمي أشرب محمود برهم عمر 32 سنة خريج هندسة نوكاترونيكس الحمد لله أعمل حصة وظيفتي كمهندس وصراحة بدي أتكلم شوي عن فكرة إنشاء القناة فكرة إنشاء القناة راودتني فجأة القيد نفسي لما يكون عنده وقت فرار بروح إيش بحضر إنميات متابعة جدا إنما بستمتع فيه بسلي نفسي فيه خلص هاي شغفية أنا عب بعتنبه شغفية المهم صارت الفكرة القناة لما شفت حالي بركز كثير على إنمي و بتابع كثيره و من سنوات فجأت فكرة كنت ليش ما أنشئ قناة تخص إنمي بشارك فيها أفكار تقارير الأشياء اللي بحضر و الأشياء اللي بحبها خصوصاً مني مثلاً بيجي عفترة يحب بيشاهد أفضل إنميات حزينة أفضل انميات هيك بلجت فكرة القناة والحمد لله فتحتها تقريباً في آخر سنة 2019 قبل كورونا جزء ثلاث أشهر توقع ورغم ذلك القناة صراحة فتحها مش سهل خصوصاً واحد زي طرفي الشغول موجود ضغط الساعات العمل ضغط الحياة أي واحد بفكري فتح قناة فعلاً تأخذ ويد لا تفكروا يخواني الفيديو اللي بقطعينكم سهل ما عرفت الحكاة غير لما تنربتم فيه منتاج في تكتب سكريبت في تجمع معلومات في معتقارير تجمع فيديوهات كذا 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 فعلاً يعني جزء أول فيديو أنشأته في حياتي ورفعته عن القناة أخذ مني تقريباً ثلاث أيام شغول ثلاث أيام شغول ويدوب على فيديو الثلاث دقائق بس فعلاً ما يعني أول تجم تكون إليه في الإنتاج وأخذت مني ما قبل الحمد لله رب العالمين يعني القناة واجهت صعوبات كثيرة بس الحمد لله كان في ناس سيب عملي بالكومنت يعني أخوص مرة واحد كتب لي في كومنت أتوقع اسمه صديق القناة بطريق كتب لي ليش أنت بتسحب على القناة ليش بتغيب لك شهر لأكثر من شهر كنت والله ظروفي صعبي يعني أنا عندت ساعات عملي 12 ساعة عمل وغير لسا المصاد ف12 ساعة العمل وصعب توثق بين بيتك وبين عملك وبرضو بين القناة فكانت يعني صعبة جدا مع ذلك الحمد لله اتغلبنا على الصعاب حاول تقدم ما بقدر أنزل فيديو هان أنزل فيديو هان كل ما الصحي لفرصة أسجل وأنزل فيديو ومنتج الحمد لله فاهي كي أندعم القناة قال لي لو شو ما تتأخر المهم لا تقطعنا في القناة ظل لك تحفل مقاطعك والحمد لله يعني ما قسطرنا فيه كمان أصحاب إلي عزين على قلبي الحمد لله دعموني بكلماتهم يعني لحد اللحظة هاي شو ما يلاقي خلص أول ما نفتح سيت القناة يدعمني قول لي ركز عليها تكمل إن شاء الله بتنجح إن شاء الله بتصير والحمد لله إن شاء الله منكبر فيكم وبدعمكم الحمد لله وأي إشي عنكم وأي استفسار أي إشي حابين تعرفوا عني موجود في الكومنتات بتكتبوا لي على كل حال إن شاء الله يمكن أطلع في ظهور ثاني حسب الظروف إذا إن شاء الله كبرت القناة أو كان في مجال أطلع في ظهور ثاني إن شاء الله راح أطلع تحياتي لك أخوكم أشرف من الأردن أحياكم الله السلام عليكم